ميليشيا حزب الله في لبنان يد إيران التي عبثت ولا تزال بالمنطقة العربية منذ عشرات السنين فبعد لبنان الذي احتضن هذه الميليشيا التي تهدد أمنه واستقراره إلى اليوم تدخلت في سوريا بشكل كبير وخاصة مع بداية الصراع فيها عام 2011 ووقفت إلى جانب قوات الأسد في قمع ثورة الشعب هناك وفي العراق واليمن لعبت ميليشيا حزب الله دورا كبيرا في زعزعة استقرار هذين البلدين من خلال خلق الفوضى فيهما بغية تحقيق المصالح الإيرانية وقد بات سلاح ميليشيا حزب الله التي تدعمه لوجستيا وعسكريا من قبل إيران يشكل مصدر قلق دولي كبير فمؤخرا دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش إلى نزع سلاح هذه الميليشيا في ظل قدرتها على جر لبنان إلى الحرب وطالب غوتيرش بتطبيق القرار رقم 1559 الصادر عام 2004 الذي يطالب بنزع سلاح الميليشيات في لبنان وتساءل المسؤول المومي الذي سلم لمجلس الأمن الدولي تقريرا بشأن تدخلات هذه الميليشيا في المنطقة تساءل عن قدرة الدولة اللبنانية على ممارسة سيادتها وبسط سلطتها بشكل كامل على أراضيها في ظل هيمنة سلاح الميليشيا على الدولة وتعزيزها المتواصل لترسانتها العسكرية التقرير الأممي حذر كذلك من مغبة مشاركة ميليشيا حزب الله في النزاع الدائر في سوريا معتبرا ذلك انتهاكا لسياسة النائي بالنفس في لبنان التقرير أشار كذلك إلى مساعدة ميليشيا حزب الله لميليشيا الحوثي في اليمن ضد قوات الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دوليا بمستشارين ومدربين عسكريين معتبرا ذلك تهديدا إقليميا وعالميا خطيرا وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أكدت مؤخرا أن إيران أنفقت منذ عام 2012 أكثر من 16 مليار دولار لدعم حلفائها في سوريا ولبنان والعراق واليمن وأوضحت أن إيران دعمت ميليشيا حزب الله اللبناني ب700 مليون دولار سنويا إضافة لتقديمها ملايين الدولارات لميليشيا الحوثي في اليمن وللميليشيات التابعة لها في العراق كل ذلك من أجل تقوية نفوذها في دول المنطقة لتحقيق تطلعاتها التوسعية التي تعتمد نشر الفوضى والحرب أساسا لها